لا تمنل القوى السياسية في العراق من عمليات الخداع والمراوغة التي تمارسها تجاه الشعب العراقي وتحديدا مع ثوار تشرين الذين رفعوا شعار إسقاط نظام المحاصصة الطائفية الفاشل عبر مراحل تبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي لضمان إزاحة الوجوه الفاسدة والمتهمة بسارقة وقتل العراقيين ثلاثة مواعيد مختلفة تطرحها القوى السياسية لإجراء الانتخابات المبكرة كلها في العام المقبل في حين تتصاعد الشكوك بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في الظروف الحالية التي لا تتوقف عند الأزمة المالية وتعذر توفير نحو مليار دولار لإجراء الانتخابات بل تتعدى إلى جوانب ميدانية وأمنية تتعلق باستمرار سيطرة الميليشيات على مناطق كاملة وتدخل سلاحها في الانتخابات وعدم عودة أكثر من مليون نازح إلى منازلهم ووفقا لمصادر مطلعة فإن هناك ضغطا من الأمم المتحدة ومن رئاسة الجمهورية للإيفاء باستحقاق الانتخابات المبكرة لكن في المقابل هناك كتل سياسية ومليشيات مسلحة لا ترغب بإجراء الانتخابات المبكرة كونها تعيي إمكانية خسارة الكثير من نفوذها بسبب النقمة الشعبية وتحديدا تحالفي الفتح دولة القانون بزعامة هذا العامري ونور المالكي وكان البرلمان الحالي قد صوت في كانون الأول الماضي على قانون الانتخابات من دون جدولة أو توزيع الدوائر الانتخابية التي تعد أساسا لإجراء الانتخابات وهما عرق الأدسال للقانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ويقول النائب علي البديري أن هناك إرادة سياسية تعمل على تدوير ملف الانتخابات ما بين رئاسة البرلمان واللجة القانونية من أجل تضييع الوقت والمماطلة في إجراء الانتخابات في الوقت ذاته يؤكد ثوار تشرين أنهم يراقبون عمل البرلمان والحكومة الحالية ولم يلمسوا أي تقدم باتجاه تحقيق مطالبهم وبالتالي فلا سبيل لدى المتظاهرين سوى العودة إلى ترتيب الصفوف من جديد وإعادة زخم ثورة التشرين التي أطاحت بحكومة عدل عبد المهدي وهي قادرة على الإطاحة بحكومة مصطفى الكاظمي ونظام المحاصصة الطائفية الفاسد برمته